نادي الزمالك بيجيد اللعبة في المباريات أو لعبة نادي الزمالك جهاز الفني طريقة حتى اللعبة انت حظنا العسر فيه آخر ثلاث مباريات انت بتلعب فرقك وبتدفع بتقابلك بتمانية وراء عاملين فرق خلصانية وراء لكن برامز من الفرق اللي بتلعب كرة هجومية بتلعب ملعب مفتوح فانت ده بيقى يدي لعبة نادي الزمالك أريحية أكتر تحرك أكتر وصوله وتهديد للمرمى على المنافس أكتر دايما احنا وحنا بنلعب كريم كانت المنشطات الكبيرة بتبقى أسهل دايما من المبارات اللي احنا متخيلين انها صغيرة أو انها المكسب في المتناول دايما بتبقى الفرقة دي الدوافع والروح عندها بتبقى أعلى في أعلى درجاتها لما بتلعب الزمالك وبتلعب فريق كبير لكن انت المبارات برامز انت هتلعب فرقة زيك زيها انت عندك قدرات هجومية جيدة جدا وعندك قدرات في بعض اللاعبين تقدر تخلص لك المبارات هم عندهم نفس الشيء فإذا انت بكرة هتلعب مبارات كبيرة والمبارات الكبيرة دايما انا ما بخافش على فرقة زي مالك ولاد زي مالك يمكن المبارات اللي احنا حسينا ان احنا ممكن ناخد نفسنا فيها شوية في الدوري هي دي اللي تعصرنا فيها كون ان انت كنت تاخد من التلات مبارات دول اتنين بونت بس ده كان شيء يعني مش جاي ومش متوقع لكن هو حصل فإذا لازم ناخده درس ونتعلم منه وتبقى بدايتنا ان شاء الله مع فرقة كبيرة بكرة نشوف اداء نات زمالك نشوف اداء الجهاز الفني كمان مستر فريرا مدرب كبير جدا يا كريم واحنا كلنا اشادنا به هو كان يستحق الحقيقة الاشادة دي السنة اللي فاتت ان شاء الله بإذن الله نشوف الجهاز الفني واللعيبة تبقى بدايتهم بإذن الله مبارات بكرة لازم تاني وتالت ورابع نشوف الدوافع اكتر من الفنيات الفنيات هتيجي كده كده لان هيبقى فيه مساحات كتير انت بتلاعب فرقة كبيرة هتبقى عايزة تهجمك هي كمان هو عنده استراتيجية الفوز هو كمان هو معه مدرب كويس معه سكوات كويس معه العيبة كويسة فلازم نحترمهم ولكن ما نخافش منهم لان احنا متسايدين حتى اللقاءات اللي بنا وبين برامدز احنا ركبين الفرقة احنا عندنا الاحصيات بتقول الناتزة مالك الأفضل والأحسن لكن يتبقى بس ان انت بكرة لازم اشوف اللعبة بتقاتل جوه الملعب يبقى فيه انكار للذات فيه تركيز عالي جدا علشان تقدر ان شاء الله تعدي المباراة دي وتبقى بدايتك ان شاء الله ونخش بإذن الله على مباراة الدربي وانت كلك ثقة سواء في جمهورك او في لعبتك وبإذن الله بإذن الله تبقى بداية انطلاقة نتزة مالك بكرة وجود واحد بكيمة باتشيكو على رأس الادارة الفنية لبرامدز في هذا التوقيت ولسه مستل المهمته وماشي بشكل كويس عمل مباراة رائعة امام وزل المحلة فاس بروحية تعادل مع فيتشر فماشي بمستوى كويس كمان عنده قصية انه عارف لعبت الزمالك كويس سبق انه ادرب الفرقة دي يعني معظم اللعبة مش الفرقة كلها يعني فيه لعبة كبيرة لكن بشكل عام كان مدرب لنات الزمالك فعارفها دي اكيد تمثل صعوبة طبعا يعني باتشيكو من المدربين الكويسين على فكرة ويمكن فرقة برامدز مع تاكيس جونياس برضو تاكيس جونياس من المدربين الكويسين ولكن كان النواحي الهجومية كانت طاغية على النواحي الدفاعية عنده حتى الافراد اللي كان بيلعبهم في برامدز كانت النواحي الهجومية عندهم كانت اعلى فكان بيحصل لهم في بعض الاوقات مشاكل عندهم في النواحي الدفاعية للزيادات العددية للفرق اللي كانت بتقابلهم فكانت بتعمل لهم مشاكل الحياة باتشيكو من ساعة ما جاء هو بيشتغل بانضباط تكتيكي حتى الادوات الفردية اللي بيلعب بيها سواء في نص الملعب او سواء في المدفعين او سواء في الخط الهجومي كلهم بيشتغلوا كواحدة واحدة وفي النواحي الدفاعية بيشتغلوا برضو كواحدة واحدة بيدفعوا كلهم مع بعض وبيشتغلوا النواحي الهجومية مع بعض وبيقلل مسافة الضغط لـ 30 أو 40 متر فإذا أنت هتواجه فريق بيشتغل شوية بنفس الاستراتيجية بتاعت فريرا ولكن فريرا عنده بكرة حلول من جوة الملعب سواء بتغييرات في مراكز اللعيبة أو من برى الملعب الدكة عندك دكة كويسة وتقدر عندك المرونة التيكتيكية أن أنت تغير الطريقة تقدر تلعب تقدر تبتدي بتلاتة أربعة تلاتة أنت شغال بيها من أول موسم تقدر تبتدي بربعة تلاتة تلاتة لأنك اشتغلت بيها آخر أربع خمس مباريات وتقدر تلعب أربعة اتنين تلاتة واحد في بعض الأوقات لو أنت هو ما بيحبهاش ولكن هو كان في بعض الأوقات كان مضطر لها فلعب بيها فإذا أنت ممكن تشتغل عندك مرونة تكتيكية جوة الملعب برامدز كمان بيعتمد على دي أكتر بيعتمد على طريقة اللعبة دي أكتر هو برامدز يعني مع تاكيز جونياس كان بيلعب أربعة تلاتة تلاتة بوجود عبدالله السعيد اللي هو بيبقى قدام الديفندرين اللي هو وليد الكارتي أو بلاتة توري فبتشيكو لعبها صريحة بيلعب أربعة اتنين بيوقف بلاتة توري وبيوقف وليد الكارتي وبيحطه قدامهم عبدالله السعيد وبيحط الإطراف سواء رمضان صبحي أو مصطفى فاتحي وبعدين مصطفى مش هيلعب فبيحط مكانه إبراهيم عادل أو فخر الدين بن يوسف أو فخر دين بن يوسف أو فخر اللقاي هيلعب واحد منهم فهم معروفين كأفراد هيلعبوا بالشكل إزاي وباستراتيجية باتشيكو يتبقى أن احنا نشوف بكرة إن شاء الله في ريرف كامل تركيزه إن شاء الله البدايات مهمة جدا سواء في طريقة اللعب أو في الاستراتيجية في الضغط فإن شاء الله بإذن الله نشوف بكرة نادزة مالك إن شاء الله متفوق في كل شيء إن شاء الله في الملعب بإذن الله